دكتور علي ربيج يد الرئيس ممدودة للجميع الجميع الجميع أم توجد تصنيفات شكرا سيدي على هذه الدواء تحية لكم كل عام تبخير ولكل ضيفك الكريم من بريز ولمشاهديكم هذه اليد ممدودة ممدودة لكل من هو ينتمي إلى هذا الوطن لكل الجزائريين في الداخل وفي الخارج هذه اليد الممدودة أعتقد تنطلق من قاعدة واحدة وهي أن الرئيس هذا الرئيس الشرعي يمد يده لكل جزائريين لأنه قد يكون من وافق وانتخب ومضى في طريق الرئيس وقد وجد من أنه عارض الرئيس ولكن الرئيس الأهل لا يمشي وفق قاعدة أنه رئيس كل الجميع رئيس كل الجزائريين ولهذا هذه المبادرة أسميها يد الممدودة أو لم الشمل هي التجه نحو إحياء روح المصالحة بالنسبة للجزائريين وانت تعرف ويعرف المشاهد الجزائري أن الجزائري عنده هذه القابلة للتصالح مهما كانت الخلافات الجزائرية الجزائرية وأذكرك بمسار وتاريخ محطات الجزائر خاصة بعد العشرية السوداء ما يتعلق بالوفاق وكذلك ما يتعلق باتفاقية المصالحة التي تمت من خلال من رجع من الجبال ومع التصالح مع الشعب الجزائري وثم طوينا تلك الصفحة اليوم الصفحة والظرف يتطلب مننا أننا ندخل في نقاش جدي ندخل في نقاش واعي ومسؤول يطلب أن يكون هناك تنازلات أكيد ستكون تنازلات من كل الأطراف لإيجاد الحلول وللخروج من الوضع الذي قد يعتقده البعض بأنه مسدود ولكن أنا أذكرك أن هذا التوقيت وهذه اليد الممتودة جاءت بعد خروجنا من أزمة كورونا بعد انتخابات واستكمال كل مؤسسات التشريعية والرئاسية وحتى المحلية والولائية اليوم نمضي إلى مرحلة جديدة بنفس جديد برؤية جديدة وبدعم شعبي لهذه المبادرة ما رأيك سيد توفيق قويدر هل بالفعل توجد اليوم جزائر جديدة تمض يديها تفتح دراعيها من أجل فتح صفحة جديدة؟ مساء الخير سيد الفاضل تحية لساد المشاهدين ولضيفك الكريم من الجزائر فعلا هي مبادرة يمكن أن أخذها بعين الاستحسان إذا كانت جدية الآن يتوقف على مدى جدية سياسة لمن الشمل أو هذه المبادرة السياسية من سيد عبد المجيد تبون لماذا؟ لأن المبادرة لم تأتي من البرلمان ولم تفرض بطريقة عمودية أو بشكل بآخر المبادرة لم الشمل وهي الهدف من أساسها محاولة إدراج جميع المجتمع الجزائري بكل أطيافه في المشاركة والمشاركة في العمل السياسي وبناء المؤسسات في إطار جزائر جديدة نعم، لكن ما المقصود بقولك؟ يوم إلى آخر هي إذا كانت جدية سيد قبيدر هل هناك شك بأنها ليست كذلك؟ نعم، أنا أقصد بالجدية أقصد الضمانات سيد الفاضل في السابق مثلاً رجعنا إلى الوراء الجزائر يعني تاريخ الجزائر غني بمبدأ للمصالحة في عهد زروال مثلاً أثناء العشرية السوداء وجد ما يسمى بقانون الرحمة والرحمة وأتي أكله ونزلت المقاتلون من الجبال وعادوا إلى الاندماج في المجتمع الجزائر بصفة عامة كذلك في عهد السيد عبدالعزيز الراحل عبدالعزيز بطفلي قد تم قانون الوئام المدني وأتى بنتائجه وتم إدماج الذين صعدوا للجبل وحملوا السلاح وبالتالي الآن بقيت السياسة بقيت لنا هذه المبادرة المبادرة في ظل الجزائر الجديدة التي أنا سخصياً أؤمن بها ولأ الضمنات طبعاً لابد من الضمنات مثلاً عندما تقول تعالى أو معارض في الخارج مثلاً لديه تأثير على الحراك الشعبي مثلاً نعطيك مثالاً لديه تأثير على الحراك الشعبي الجزائري وتقول له تعالى نتفاوض لابد أن يتلقى ضمنات قضائية وضمنات قانونية تسمح له بعدم الذهاب مثلاً إلى السجن وقد فعل يعني تمت تمت حالات مثل هذه طيب تحدثت عن ضمنات فقط حتى أوزع الوقت بشكل جيد سيد قويدر وضحت فكرتك إلى حد ما أريد أن أسمع رأيي الدكتور علي إربيج بشأن في الحقيقة سيد إربيج كلام الضمنات هذا يقودنا إلى يعني العديد من الجزائرين رأوا بأن هذا المشروع لم يشمل ما يزال غامض لا أعرف إن كان الوقت مبكر لإفصال عنه بشكل يعني أكثر عمقاً أم لا يعني هناك من يتحدث عن ضمنات عن غياب وجود ضوابط حقيقية لهذا المشروع بل إن سيد جيلاني سوفيان رئيس حزب جيل جديد حتى بعد لقائه بالرئيس تبون خرج وقال الصحفيين أنا لا أملك معطيات دقيقة حول هذا المشروع حتى بعد لقائه بالتبون لا هو من حقه يعلق على لقائه مع الرئيس ولكن دعني أقول لك بأن الأمر جاء عن طريق قناة رسمية وهي الوكالة الجزائرية للأنباء ثم بعد ذلك بدأت رئاس الجمهورية ممثلة في سيد عبد المجيد تبون في استقباله لرموز الأحزاب السياسية والمعارضة في الجزائر ما هو مطلوب الآن أنه يستبق الأحداث ويقدم كل تفاصيل هذه المبادرة أكيد هو يعني يفضل أنه يبكي على الأمر منقول السري ولكن يعمل على جس النبض والآن يبدو أنه تشكلت صورة داخل المجتمع الجزائري بهذا القبول من قبل الكثير من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية في الداخل وفي القارج ثم بعد ذلك أكيد الأكيد ستكون هناك إعلان بشكل رسمي على بوادر وعلى آليات والميكانيزمات التي سيتم من خلالها تفعيل هذه المبادرة مع توضيع الرئي العام الجزائري كيف إن كان لغاية الآن ما يزال يسأل سؤال لم شمل مع من سأسألك أو طرح سيد قويدر مثالا على ذلك هل سوف يتم الحوار أو لم شمل مع المعارضين الناشطين في الخارج على سبيل المثال نعم أو لا حتى نفهم ولما لا أنا أعتقد لن يكون هناك إخصاء لا من الداخل ولا من الخارج سوف أعطيك وقت لشرح لاحقا سوف يتم لم شمل مع رموز النظام السابق نعم أم لا ولما لا دعني فقط لأنك أنت تتح السؤال سوف أعطيك مجال للتوضيح لكن هناك أسئلة جوهرية سيد ربيج هناك من يقول هل سوف يتم لم شمل أيضا نعم سوف أعطيك مجال للشرح سوف أعطيك مجال للشرح ولكن هناك بعض الأسئلة أريد جوابا عليها بمعنى هل سوف يتم لم شمل مع المتهمين بنهب المال العام هل سوف يتم لم شمل مع النشطاء الحراك الشعبي هل سوف يتم لم شمل مع المعارضين في الخارج هل سوف يتم لم شمل مع رموز النظام السابق تفضل؟ الوحيد الذي يستطيع أن يجيبنا على هذه السؤال هو السيد الرئيس ولكن إذا قرأنا في تاريخ المصالحة الجزائرية نجد أنه الباب واسع في هذه المسألة الجزائر بحاجة إلى كل الجزائرية في الداخل والفي خارج ولكن دعني أفرق بين المعارض المعارض الذي يعارض معارضة سياسية ولا يتآمر على أمن واستقرار هذا البلد هذا معارض أما الذي يتآمر على أمن واستقرار الجزائر ويتآمر مع العدو أنا لا أعتقد من وجهة نظري الشخصية أنا لا أنظر إلى هذا أنه معارض بل هذا عميل للخارج الآن تقلتني على رموز النظام السابق رموز النظام السابق الآن موجودين في السجن والرئيس يملك من صلاحيات الرئيس أنه يعطي العفو إذا شاف الرئيس أنه في المستقبل أنه يمكن أن يصدر قرار عفو على هؤلاء الذين استرجعت منهم أموال الشعب الجزائري وهذه نقطة مهمة جدا أنا كبرلماني نشوف أنه سجن هؤلاء نعم العدالة قالت كلمها كلمتها ولكن اللي همني كثر هو استرجاع أموال الشعب ونظن أموال الشعب رهي رجعت وتم استرجاعها بل بالعكس إلى غاية الأمس فقد تم اعتقال واحد من رموز النظام السابق رئيس الاتحاد العام للشغل إذن العدالة ماشية في طريقها لتمكين حق الشعب الجزائري ولكن أنت تعرف في بعض الأحيان متطلبات السياسة ومتطلبات الأمن واستقرار البلد يسمح للرئيس في حد ذاته أنه يفتح ويوسع من مروحة هذه المفاوضات أو الحوار أو لم الشمل إلى أطراف ولكن أعيد وأكرر الرئيس وحده هو فقط من يمكن أن يحدد لنا ملامح وأفق هذه المبادرة الرئيس وحده من يحدد ملامح هذه المبادرة سيد جويدر الرئيس تبون في الثلاثين شهرا الماضية أجر الكثير من التغييرات وما يزال رغم كل ذلك هناك انتقادات واعتراضات برأيك أين يكمن الخلل الذي لم يوصل إلى تغيير المنشود في الجزائر طبعا الخلل حسب رئيس عبد المجيد تبون وهو قالها من أكثر مننا أن التغيير رأيك أنت أنا سأل عن رأيك أنت سيد جويدر طبعا أنا رأيي يكمن في أداء الحكومة أداء الحكومة وكذلك عدم التجاوب ليس هناك تجاوب كبير دعني من الأحزاب الموالية ليس هناك صعوبة في إيجاد لم الشامل أو التفاوض مع مثلا عبد الرزاق مقري زعيم حزب حمس أو جلالي سفيان أو رحابي حتى ولو أنهم كانوا من المؤثرين في الحراك عندما نقول جلالي سفيان معروف كان له تأثير كبير على الحراك وكذلك عبد العزيز رحابي له تأثير على الحراكيين والحراك بصفة عامة الصعوبة فقط سيد الفاضل تكبن في الناشطين في الخارج لا يمكن كما ذكر زيفك الكريم من الجزائر لا يمكن التفاوض مع مثلا جماعة إخوانية جماعة إخوانية كل يوم وتصدع رؤوسنا بفيديوهات ومنقل مباشر على اليوتيوب أنا أسأل عن الشعب في الداخل أنا أسأل عن الشعب الجزائري سيد جويدر الشعب الجزائري الذي فوت فرصة الانتخابات التشريعية العام الماضي وسجلت عزوفين كبيرا رغم أنها كانت فرصة وسانحة حقيقية لإحداث تغيير جذري في الجزائر هل تعتقد أن استجابته لمبادرة لمشامل سوف تكون أفضل؟ باختصار لو سمعت أعم أتوقع ذلك ولكن العيب لماذا لم يشارك؟ الامتناع يزيد من فرص الانتهازيين إذن أتوقع بأننا حتى أنا المقيم في فرنسا وتبدلت أطراف الكلام مع بعض الناشطين ومع بعض الجمعيات يعني لديهم قبول كبير خاصة إذا كانت هناك نية أقول أركز على النية الصادقة والضمانات يعني مش واحد معارض من باريس أو من لندن أو من موسكو ينزل ويقول يريد الاستفادة من لمن الشامل واليد الممدولة لسيد رجل جمهوري ثم يجد نفسه مثلا في مخافر الشرطة إذن إذا كانت هناك ضمانات فلا بأس فهي ظاهرة صحية شكرا